نحاة تانية قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الافريقية اوقعت نديايب بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة بجانب الجيش الملكي المغربي واسكو كارا التوجولي والقرعة جات كالتالي نتائج قرعة مجموعات الكونفيدرالية جات كالتالي المجموعة الاولى فيها تحد العاصمة الجزائري ومروم الجنوب الافريقي وايضا الاخضر الليبي وسان الوا الوبابو الكونغولي دي المجموعة الاولى اما المجموعة السنية ففيها اسك ميموزا الابواري وديابلز نوارز الكونغولي ريفرز يونيتد الناجيري ومتيمة بيمبي الكونغولي مجموعة الثالثة اللي فيها الطرفين المصريين بيراميدز من مصر اسكو كارا من توجو فيوتشر المصري والجيش الملكي المغربي مجموعة الرابعة فيها مجموعة الرابعة دي قوية جدا فيها مازينبي الكونغولي الاتحاد المنستيري التونسي يانجا افريكانز التنزاني وريال باماكو المالي طيب موعد المباريات نتكلم على بيراميدز فيوتشر طبعا الجولة الاولى بيراميدز هيواجه الجيش الملكي في القاهرة فيوتشر هيواجه اسكو دي قارا في القاهرة في الجولة الثانية بيراميدز فيوتشر واجها للواجهة في الجولة الثالثة بيراميدز هيواجه اسكو دي قارا وفيوتشر هيواجه الجيش الملكي في الجولة الرابعة يوم تسعة مارس بيراميدز هيواجه اسكو دي قارا وفيوتشر هيواجه الجيش الملكي وفي الجولة الخامسة بيراميدز هيواجه الجيش الملكي يوم تسعة عشر مارس في نفس اليوم فيوتشر هيواجه اسكو دي قارا وفي الجولة السادسة يوم 2 إبريل آخر جولة في هذه المجموعة مواجهة واجهاً لوجه أتمنى وقتها يكون برامد زوفيوتشر حساماء الصعود عشان ما يتبقاش مواجهة لمن يصعد فيهم إلى الدور القادم وآخر يخرج إن شاء الله يكون الاتنين حاسمين طيب